عودة لكم مشاهدين الكرام بعد هذا العرض الجميل لموقع مكتبة الكويت الوطنية وتحديدا قسم ذاكرة وطن هذا الموقع ليحوى على العديد من الكتب لأن مكتبة الكويت الوطنية اليوم قاعد تبتل جهد كبير في نشر الثقافة من خلال ما تقدمه من كتب متنوعة وذات قيمة ثقافية عالية واليوم عملها المكتبة أكيد تأثر بسبب أزمة كورونا وهالشيء خلى مسؤولين المكتبة يتخذون آلية حديثة لعملها راح نتعرف عليها من خلال حوارنا الياي مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ نصار أبو لبقى مدير إدارة خدمات المعلومات والمكتبة الرقمية في المكتبة الوطنية مساك الله بالخير أستاذ نصار راح نتعرف على آلية العمل المتبع حاليا في المكتبة الوطنية مكتبة الوطنية عبارة عن ذاكرة وطن ومتنوعة في تضم كتب ووثائق متنوعة وهي في البداية تعرضت مكتبة الوطنية مثل باقي مؤسسات المعلومات في تغيير نمط آليات العمل في تحويل خدماتها عملياتها إلى الخدمات الإلكترونية وبسبب تعطيل الدوائر الحكومية فأن تعذر على المكتبة استقبار روادها بشكل مباشر وقامت في خدمات إلكترونية بزيارة موقع المكتبة ودشنا تقريبا ممكن الباحث يقوم في البحث مصادر متنوعة وتضم مثلا عندنا الفارس الإلكتروني لجميع كتب والمجموعات الكتب التي تهم الباحث والرواد المكتبة وأيضا عندنا المكتبة الرقمية التي تضم كتب إلكترونية ممكن الباحث يتصفح فيها وهو قاعد في البيت وأيضا هناك خدمات إلكترونية قمنا فيها من خلال التواصل والاجتماعي لإنستغرام عملنا في توعية ثقافية واستضافة ولقاءات متنوعة فكرية وثقافية نعم أكيد أستاذ نصار شون تشوف اليوم آلية العمل الإلكتروني هل يستخدمون عدد كبير من محبين القراءة هل هناك إحصائية لعدد الزوار أو عدد الأشخاص الذين يستمتعون بقراءة هذه الكتب الإلكترونية لا شك أن الوصول للمعلومات عن طريق تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمتطورة هي أدت إلى سهولة الوصول وسرعة الوصول للمعلومة وجذب عدد كبير من الباحثين في البيئة الرقمية ولا تحتاج إلى تنقل وإنما تحتاج إلى جهاز حاسب أو من خلال الموبايل بمكان أن تؤدي إلى استقطاب عدد كبير وشايفين نحن في تزايد مستمر في هذه الأوقات نعم يمكن اليوم في قراءة يحبون يتصفحون الكتب بيدهم ويحبون ملمز الورق نقدر نقول فمتى إن شاء الله راح يردون أو يقدرون يراجعونكم ويستمتعون بتجربة القراءة داخل المكتبة بسبب تعطيل الخدمة المباشرة قمنا في خدمة جديدة حديثة هي خدمة الواتساب وهي عبارة عن الرد عن الاستفسارات المستفيدين في تلبية احتياجاتهم من كتب وعندنا رقم واتساب ممكن إرساله ممكن الباحث إذا بحث في الموقع المكتبة عن كتب معينة نحن نقوم في دورنا في تصوير الكتب هذه وتحويلها إليه عن طريق الإيميل وبالنسبة حق الأشخاص اللي عندهم كتب يبوني يوثقونها أو يراجعون إدارة الترقيم الدولي عندنا إدارة حق المؤلف هي إدارة مانحة لمنح الرقم الترقيم الدولي المعياري ونعطي رقم الإداء وحافظ حقوق المؤلفين من أي مثلا سرقة أو سرقة علمية ممكن الباحث أو المؤلف يقوم في توقيعه في هذا الكتاب نعم فإذا اليوم اللي عندك كتابة بوثقة يقدر يراجعكم فاتحين يعني شغالين شغلكم همنا عندنا في إدارة حق المؤلف عندنا خدمة الواتساب كل عملياتنا عن طريق الخدمات الإلكترونية وانت قاعد في البيت ممكن نقدم لك رقم معياري والرقم الإداء وشون أسلم الكتاب عندكم لازم أي بعدل؟ لا هذا بعدها في عملية ثانية مرحلة ثانية اللي هي شهادة الإداء بإمكان تزويد المؤلف تزويد المكتبة في ثلاث نسخ من كل عمل قام به في تسجيل نعم بس في معلومة يكون وائد ناس ما يدرون عنها لأن اليوم مكتبة الكويت الوطنية مو بس توثق الكتب أيضا توثق مواقع إلكترونية تطبيقات هواتف عدل؟ نعم في جانب اللي هو طريقة الخدمات اللي هو الأخرى أو غير منشور أو مثلا في برامج إلكترونية ممكن بإمكان التدري في عصر التكنولوجي مفروض النواع التطبيقات مثل ممكن يوثقونها عندنا في الإداء ممتاز بس إحنا قبل شوي كنا نتكلم عن الكتب الإلكترونية وأن الواحد يقدر يدش الموقع اليوم ويستمتع بالكتب الموجودة لكن هل يحق له أن ينزل كتاب هذا أو يطبعه أو شيء شديد ولا لكم شوي قوانين خاصة؟ داكرة الكويت هي منصة حديثة قمنا فيها من خلال عرض المكتبة الرقمية وتم تدشينها في الصيف العام الماضي وهي تضم مجموعة من كتب ومخطوطات ووثائق قمنا في تحويل الكتب نفسها التي كانت عندنا موجودة إلى الشكل الإلكتروني وإعطائها الصفة الإلكترونية أو الرقمية وممكن تتصفحها من خلال الموقع الإلكتروني في نفس ما تفضلت بعرضها للمكتبة الرقمية نعم يمكن أن أتكلم عن مجموعة خاصة بالكويت وتاريخ الكويت خصوصا لماذا تركزون أكثر على تاريخ الكويت؟ هل هناك خطة مستقبلا على أن تنشرون الكتب في المجالات الثانية الأدبية ومثلا العلوم أو غيرها؟ مكتبة سكوية وطنية هي تاكرة وطن في المؤلفين في المكتبات الوطنية لازم يكون لكل كتاب أو مؤلف كويتي لازم يكون موجود في مجموعات المكتبة الوطنية التي يعطي دائما القيمة التاريخية للدولة نفسها فتقوم المكتبة في إداع وتزويد جميع أصدارات من المؤلفين سواء كانوا في الكويت أو خارج كويت أي موضوع أن يتكلم عن الكويت لازم يكون موجود في المكتبة الوطنية وهذا نحن نشتغل فيه دائما وأي مكتبة وطنية أخرى تقوم في هذا الدول نعم أستاذ نصاري في كلمة أخيرة اليوم شنو حاب تقول حق محبين القراءة ومحبين الاططلاع سواء اللي يحب يقرأ كتب بيدا ولا اللي يحب يقرأ أونلاين يهلا مرحبا فيكم في موقع المكتبة في المكتبة الرقمية في هنا 745 مادة قمنا في تحويلها الإلكتروني وهذا يساعد على توفير للقراء بدلا ما يتنقل إلى مكان وجوده في المكتبة يكون موجود فيه أي مكان يكون موجود فيه فممكن قراءة الكتاب الإلكتروني في الموقع المكتبة نعم لا شك في ذلك خصوصا الحين مع ساعات الحظر الجزئي نعم نعم خلين يستمتعون شوي ويدخلون ويتصفحون هذا الموقع الإلكتروني ممكن اليوم واحد يجتمع مع أسرته ويقعدون يشوفون العملات القديمة أو الطوابع خاصة هوات تجميحها لأنه أنت مو بس اختصيته في الكتب أيضا هناك وثائق وأشياء قديمة من تاريخ الكويت اللي ما شف الدينار القديم يقدر يشوفها اليوم في مكتبة الكويت الوطنية نحن نرحب بأي ممتلك عملات أو ممتلك أي كتاب نادر أو ممكن أو أي وثيقة ممكن نحن نصورها في المعمل الإلكتروني وتجشينها عبر المكتبة الرغمية ممكن أن تزويدها وزيادة أعداد الموجودين في القاعدة نفسها ممتاز فإذن اليوم هذه دعوة منك أستاذ إلى كل شخص يمتلك كتاب قديم داخل الكويت أو وثيقة محتفظ فيها اليوم المكتبة الوطنية عندها استعداد أن تصورها وتعرضها للناس طبعا تذكرون اسمها تقولون من رعيها نعم طبعا أكيد الإهداءات الخاصة والفردية موجودة عندنا دائما نعم قواكم الله وهذا الجهد تشكرون عليه بالفعل نحن بحاجة اليوم إلى نقلة نوعية في الكتب نحتاج إلى أن تكون متوفرة مو بس في الكويت أيضا في كل الدول العربية اللي حاب يقرأ أي كتاب من تاريخ الكويت يكون متوفر أونلاين لأن السهولة اليوم صارت في استخدام التكنولوجيا فكل شكر لك ضيفنا العزيز السيد نصار السيد نصار أبو لبقى مدير إدارة خدمات المعلومات والمكتبة الرقمية في مكتبة الكويت الوطنية جاهدنا هذه كانت إحدى فقراتنا من كويت اليوم استمتعنا في عرضها وعرض ما تحتويه المكتب الوطنية من معلومات زاخرة وقيمة وتاريخية فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها رح نكمل معكم كويت اليوم لكن بعد الفاصل